ضمن اتفاق تعاون عسكري يربط البلدين أكدت وزيرة خارجية السودان مناقشتها مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف إقامة نقطة دعم للأسطول البحرية الروسي في الخرطوم قمنا بمناقشة القضايا الثنائية فيما يخص الجوانب السياسية والديبلوماسية والاقتصادية بصورة معمقة اتفاقية القاعدة الروسية فلامينغو والتي تراجعت عنها الحكومة السودانية في وقت سابق تعتبر أول منشأة عسكرية روسية في المنطقة والتي تعزز نفوذها العسكري في القارة الأفريقية على طول الممرات المائية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي بدأت روسيا عملية التصديق على إنشاء قاعدة البحرية الروسية في البحر الأحمر كما تعلمون البرلمان في إجازة لذلك سيحدد مجلس الدومة جدولاً زمنياً للنظر في هذه الوثيقة في غضون الأشهر القليلة الماضية أعلنت موسكو عن اتفاق يقضي بإنشاء مشروع اللوجستي للأسطول الروسي في البحر الأحمر والذي يتيح صيانة السفن الحربية الروسية وتطوير بنياتها التحتية القاعدة البحرية الروسية في الخرطون تطل على الناحية الشمالية لمدينة بورت سودان تتسع لأربع سفن كبيرة وأربعة وعشرين مرساً للقوارب تضم منصة لمنظومات حرب إلكترونية وأنظمة دفاع وهي قادرة على استعاب سفن حربية مزودة بأسلحة نووية وتعتبر موقعاً تبادلياً مع قاعدة ترطوس السورية وعلى ضوء التقارب الروسي السوداني بعد تصريحات وزيرة الخارجية السودانية تبقى الشكوك مطروحة في إمكانية إنجاز هذه القاعدة لا سيما مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط باستعادة العلاقة مع السودان من خلال شطبها من القائمة الأمريكية للدول الرعية للإرهاب